نذهب الآن مشاهدين الكرام إلى هذه الكلمة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في سفارة فرنسا في الصين تحديدا في العالم وطبعا أعتقد أنه يمكن أن يؤدي أداء أفضل في ذلك لسيما فيما يتعلق بالإنبعاثات إذن عندما نتكلم أيضا عن قدرة في مجال التنوع البيولوجي وأيضا مجال الذكاء الاصطناعي وتحول الرقمي فإن تنظيم هذه الأمور تمر عبر عمل شراكة مع الصين وأيضا مع مكافحة التغير المناخي إلى التنوع البيولوجي أعتقد أننا أحرزنا تقدما ونجاحا وستنظم في 2025 فرنسا مؤتمر في هذا الإطار وأنا أريد أن أشرك جهود الصين في ذلك وسنعمل أيضا على الأمن الغذائي وفي يونيو المقبل سيكون هناك أيضا قمة مهمة من أجل إعادة بناء الميثاق المالي العالمي وتحديد مسائل أو تحديد ركائز التعاون المتعلقة في الديون وحجد القطاع المصرفي ومكافحة إنعدام العدالة والمساواة ونتائج التغيرات المناخية وبالتالي لكل هذا نحن بحاجة إلى انخراط الصين في كل هذه المسائل وهذا ما أحاول أن أبني هي اليوم وبهذا أحاول أن أقنع السلطات الصينية كما ترون إذن العلاقة ليست فقط علاقة ثنائية بل هي أيضا علاقة تجري على مستوى القارة الأوروبية ومن هنا وجود أيضا رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في هذه الزيارة لتطرق إلى مسائل دولية وسيتسنى لنا خلال هذه الزيارة أيضا أن نلتقي بين مع فنانين مواقرين وأن يكون لدينا تبدولات ثقافية مهمة في خلال اليومين المقبلين سواء كان في المجال الثقافي أو المجال الاقتصادي من أجل تعزيز هذه السياسة 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 وأنا أكبر نشعر بهم بين الشيء والفرنسة لها أتراببه الكثير من المتامورفوس ولكن هذه الحسنين التي تتلقى فيها بمجرد الكتير بمجرد الكلمة وياسة وياسة وهو ما يوجد بين دوما يديو مجرد وليس لديو مجرد من أحسن إذن نتابعنا وإذن نتابعنا من هذه المترجم التي يلقيها رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السفارة الصينية وحديثه بمجمله هو عن الآفاق والرؤى والملفات التي يحملها مع رئيس المفوضية الأوروبية في زيارتهم إلى الصين والتي ستتطرق إلى مكافحة التغير المناخي التنوع البيولوجي الذكاء الاصطناعي كل هذه الأمور الحيوية والهم التي تهم العالم برمته يجب أن تمر عبر شراكة مع الصين أيضا أشار إلى قطاعات هامة من الديون إلى القطاع المصرفي إلى العدالة إلى المساواة بقيم وأبعاد عديدة وأن الانخراط بهذه المسائل أيضا يتطلب وجود الصين ومحاولات فرنسا اليوم في هذه الزيارة لبناء هذه الأمور مع الصين والموضوع ليس فقط على مستوى فرنسا إنما هو على مستوى القارة الأوروبية سيكون هناك نظر في القضايا الدولية وبالمقابل سيكون هناك تبادلات ولقاءات ثقافية وفنية واقتصادية مع شخصيات أيضا سيتم لقاؤها إذن هذه مقتطفات من الكلمة التي يلقيها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وأعطى فيها بعض المحددات أو العنوين العريضة التي سيتم نقشتها أو التي يتم حملها اليوم في هذه الزيارة إلى الصين وما يمكن أن تتمخض عنه هذه الزيارة سواء فيما يتعلق بفرنسا تحديدا أو على مستوى أوروبا والاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنع